سورة المطففين ويل للمطففين عذاب شديد للذين يبخسون المكيال والميزان الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونا ينفون لأنفسهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا باعوا الناس مكيلا أو موزونا ينقصون في المكيال والميزان فكيف بحال من يسرقهما ويختلسهما ويبخس الناس أشياءهم إنه أولى بالوعيد من مطفف المكيال والميزان ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعمالهم ليوم عظيم سيكون بعثهم في يوم عظيم الهول يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير وهم فيه خاضعون لله رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين حقا أن مصير الفجار ومأواهم لفي ضيق وما أدراك ما هذا الضيق كتاب مرقوم إنه سجن مقيم وعذاب أليم وهو ما كتب لهم المصير إليه مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص ويل يومئذ للمكذبين عذاب شديد يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بوقوع يوم الجزاء وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل ظالم كثير الإثم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين إذا تتلى عليه آيات القرآن قال هذه أباطيل الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ليس الأمر كما زعموا بل هو كلام الله ووحيه إلى نبيه وإنما حجب قلوبهم عن التصديق به ما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الذنوب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ليس الأمر كما زعم الكفار بل إنهم يوم القيامة عن رؤية ربهم جل وعلا لمحجوبون وفي هذه الآية دلالة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لداخل النار يقاسون حرها ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال لهم هذا الجزاء الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين حقا أن كتاب الأبرار وهم المتقون لفي المراتب العالية في الجنة وما أدراك ما عليون وما أدراك أيها الرسول ما هذه المراتب العالية كتاب مرقوم كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص يشهده المقربون يطلع عليه المقربون من ملائكة كل سماء إن الأبرار لفي نعيم إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون على الأرائك ينظرون على الأسرة ينظرون إلى ربهم وإلى ما أعد لهم من خيرات تعرف في وجوههم نظرة النعيم ترى في وجوههم بهجة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من خمر صافية محكم إناؤها ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون آخره رائحة مسك وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون ومزاجه من تسنيم وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تعرف لعلوها بتسنيم عين يشرب بها المقربون عين أعدت ليشرب منها المقربون ويتلذذوا بها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رجع الذين أجرموا إلى أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية من المؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد اتبعوا الهدى قالوا إن هؤلاء لتائهون في اتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلوا عليهم حافظين وما بعث هؤلاء المجرمون رقباء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فيوم القيامة يسخر الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من الكفار كما سخر الكافرون منهم في الدنيا على الأرائك ينظرون على المجالس الفاخرة ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل جوزي الكفار من جنس أعمالهم جزاء وفاق ما كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام نعم سيجزون أوفى الجزاء وأعدله موسيقى